وننتقل الآن إلى نيويورك لنقل جانباً من تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة على قرار بشأن أوكرانيا يدعو إلى سلام عادل ودائم مدنين والتدمير الكارثي للبنى التحت المدنية تعبر بلغاري عن عميق شواغلها إذا موصلت تردي الوضع الإنساني ندعو إلى احترام القانون الدولي وضمان الوصول الإنساني بدون أي تعراقي بلغاريا كدول الاتحاد الأوروبي الأخرى واصلت وستواصل فتح حدودها لكل من يهرب من الحرب في أوكرانيا بدون أي تميز سوف نواصل توفير المساعدة الإنسانية على الأرض من خلال مختلف الأطراف الإنسانية بما فيها الأوتشا واليونيساف واللجنة الدولية للصليب الأحمر وما يتحدثون بأن المحاول المساعدة تحتاج إلى المساعدة الإنسانية اشتركوا في القناة